السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم رح نسوي وصفة جدا طيبة ولذيبة يحبه كثير من الناس ألا وهي شاورما اللحم أو قص اللحم ورح أسوي أيضا وياها صاج اللحم في الفيديو شوي رح يصير عليكم طويل لكن النتيجة روعة طعم جدا طيب إن شاء الله اتجربوا ويعجبكم قبل ما نبدي أتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات بكل الوصفات اللي أنزلها بداية كل المكونات رح تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف نقول بسم الله ونبدي بطريقة العمل عندي هنا المكونات اللي أحتاجها عندي نصف كيلو من لحم العجل خالي من الدهن قطعته شرائح طولية بهالشكل هذا طبعا اللحم الخاص بالقص يؤخذ من ثلاث مناطق من العجل أما من الفخد أو الخواصر أو حبل الظهر وأطيب شيء اللي يكون مأخوذ من حبل الظهر يكون طري طعمه جدا طيب ويستوي بسرعة فعندي هنا نص كيلو من لحم العجل عندي أيضا 100 غرام من لية الخروف يكون طعمها جدا طيب ويلقص طبعا ما رح أخلطها ويا التتبيه الهزة فقط حبيت أشوفكم إياها فعندي هنا 100 غرام من لية الخروف عندي شرائح من الليمون قطعتها بهالشكل هذا ثلاث شرائح قطعتها أنصاف وعندي أيضا فصة يمثوم قطعت شرائح عندي نصف كوب من الخل الأبيض لا تستخدمون أي نوع خل ثاني فقط الخل الأبيض ثلاث ملعق طعام من اللبن الزبادي ملعق دين طعام كبار من الراشي أو طحينية نصف ملعق طعام من الملح كمية الملح حسب الرغبة وملعق طعام من بهارات قص اللحم بالنسبة لبهارات قص اللحم تلقوها عدة العطارين خلطات جاهزة أما إذا أنتوا خارج العراق تقدرون تسويها بنفسكم من كل شي ملعقة كوب جوزة بوه، هيل، كاري، فلفل أسود، وكبابة تخلطوها مع بعضها وتحصلون على بهارات القص رح أخلي لكم المكونات في صندوق الوصف هذه هي المكونات اللي نحتاجها نبدي هسة بعملية التخمير رح نضيف كل المواد ذكرناها مع عدلية وأني بهالمرحلة أضيف الملح أكوي خلوه بعدياً لكن ماكو داعي لأن قطع اللحم صغيرة فرح تستوي بسرعة يعني مو مثلاً عدنا قطع لحم كبار ولازم نضيف الملح بعدياً لأنه رح يخلي اللحم يتأخر وما يستوي فأني أضيف الملح بهالمرحلة إذا تحبون أضيفه بعدياً أيضاً يعني صحيح حسب رغبتكم وأكو أيضاً يضيفون بمكان الخل يضيفون ليمون دوزي ما أنصحكم لأنه الخل يساعد اللحم أنه يكون طري ويستوي بسرعة والطعم الحموضة تكون طبيعية فتكون أطيب الليمون دوزي يخلي القص يعني طعم الحموضة جداً طاغية ما تحسون بطعم اللحم هسة خلطت كل المكونات مع بعضها بالنسبة لشرائح الليمون والثوم فقط أثناء التخمير تبقوها بعدين من نجي يعني نطبخ القص تشيلون شرائح الليمون والثوم هسة رح نغطيها وندخلها للثلاجة رح أحفظها لمدة 6 ساعات وإذا تحبون تبيتوها بالثلاجة ليلة كاملة أيضاً يطلع الطعم جداً طيب لكن 6 ساعات جداً كافي بالنسبة ليلة فما تخلوها أثناء التخمير أيضاً غلفوها واحفظوها بالثلاجة هذا شكل القص بعد مرور 6 ساعات رح أرفع هسة شرائح الليمون والثوم وننتقل للمرحلة الثانية في مقلات طفت شوية من الزيت النباتي ورح أبدي أحمس اللية طبعاً تعرفون أنتو اللية هي أصلاً عبارة عن دهن فهسة أثناء الحمس رح يشوفون كمية الدهن زادت بالمقلات مجرد شوية تتحمر أو تصير على شقار نبدي أنضيف القص طبعاً أنا القص صفيته من الصلصة هتلاحظون هسة من حضيفة صفيته من الصلصة وشلت شرائح الليمون والثوم خلي أتبه الشكل هذي ورح النار أخليها متوسطة ونغطيه للقدر أو المقلات نغطيها ونتركه إلى أن تنزل كل السوائل اللي امتصها اللحم أثناء التخمير حتكون كلش كافية أنه اللحم يستوي تقريباً بقيت على النار 40 دقيقة هسة هتشوفون شكله بعد مرور تقريباً 20 دقيقة هتلاحظون السوائل الموجودة هاي كلها اللحم ذبه امتصها أثناء التخمير فيلظيفوا لأي مي هاي كمية المياه جداً كافية ويا البخار لأنه مغطيين المقلات ويا البخار فرح يستوعدكم ويذوب بالفم يعني يكون طعمه جداً طيب هسة رجعت غطيته وراح ننتظر إلى أن ينشف المي أكون ناس بهذه المرحلة نضيف الملح قلت لكم كمية الملح حسب الرغبة وتحبون نضيفه بالتخمير أو بهاي المرحلة حسب رغبتكم ما يهسش لو نشف نقلبه على مهل حتى ما تتكسر عدكم القطع يعني تبدون تحمصون به بس لا تخلوه ينشفه هواية أنا شوية قلبت مع بعض مجرد صار به شوية لون أحمر رفعته من المقلات فدرجة التحميص أو التحمير هاي تبقى حسب ذوقكم به شكل هذا وصفة القص خلصت تقدرون تقدموا به الشكل ويا الصمون أو الخبز حسب رغبتكم يكون الطعام جدا طيب أنصحكم تجربوا أو إذا تحبون تسوي صاج اللحم أو صاج قصف اللحم لكن هنحتاج أن نسوي صلصة سريعة وبسيطة عبارة عن 3 ملعق طعام من اللبن الزبادي مع ملعق طين طعام كبيرة من الراشي أو الطحينية وملعق طين طعام من عصير الليمون وفي الصينثوم وكمية قليلة من الملح حسب الرغبة إذا اللبن اللي تستخدمه خفيف زايدوا كمية الراشي يعني ضيفوا ملعقة أخرى راشي خلطناها بمحضرة الطعام وحصلنا على صلصة تكون جدا طيبة ويشاورمان عندي هنا خبز الصاج أو خبز التورتيلا طبعا أنا أشتري جاهز لأن يعني ما يسوى التعب هو سعره أصلا بالأسواق جدا بسيط ضفت الصلصة ورح أبدي أشكل الصاج هضيف اللحم والبوتيتة المقلية أكو يخلون خضروات أرجع وأقولكم الوصفة الأصلية للصاج ما يخلون بها خضروات من تخلون مخلل وخضروات ويعني أشياء أخرى رح يصير ساندويتي ما رح يصير صاج الصاج فقط هاي المكونات صلصة والحشوة والبوتيتة صارت جاهزة رح ألفها وأخليها في جهاز كبس الصاج اللي ما عمده جهاز تقدرون تستخدمون مقلات تدهنوها بشوية زيت وتخلون قطع الصاج يعني تخلون عليها بهالشكل على المقلات وتخلون عليها ثقل وتقلبوها تبقون كل شوية تقلبوها على جهة أو مثل ما دا شوفون تستخدمون جهاز الصاج وأيضا متوفر وبأسعار مختلفة حسب الماركة اللي موجودة بالسوق وأيضا سعر أكو أسعار يعني جدا مناسبة استمرت بتشكيل القطع مثل ما شفتوا وأخير شي قدمتها بهالشكل هذا طبعا طعم جدا طيب أبد ما تختلف عن الصاج اللي ينبع بالمطاعم إن شاء الله تجربون الوصفة وتعجبكم اللي يحب يجرب أيضا صاج الدجاج رح أخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف وفي التعديقات جدا طيبة جدا روعة يعني أنصحكم تجربون الأثنين صاج اللحم وصاج الدجاج هذه كانت وصفتنا لليوم إن شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوها إذا حبيتوا الفيديو أتمنى تخلو لي لايك وتشاركو بين الأصدقاء واللي بعد ما مشترك بالقناة يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس حتى توصلكم إشعارات بكل الوصفات اللي أنزلها شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء مع وصفات أخرى مع السلامة شكرا جزيلا